بسم الله الرحمن الرحيم و اهلا بكم يا شباب مرة تانية عايزين ان شاء الله نعمل مع بعض النهاردة مراجعة شاملة على الوحدة الثالثة والرابعة والخمسة بالنسبة للامتحان بتاع شهره نوفمبر فالمنهج المقرر عليك ساعات بيختلف من المكان التاني ومن المحافظة للتانية زي ما برضو معادة الامتحان بيختلف من المكان التاني ففي ناس ممكن يمتيحنوا على الواحدة والرابعة وفي ناس بياخدوا جسء من الواحدة والرابعة وبياخدوا جسء من الواحدة الخامسة فبتلاقي ان الموضوع مختلف شاي فعشان احنا نجمع كل حاجة المراجعة بلاي infinite ان شاء الله هتكون على التلات وحدات التالتة والربعة والخامسة لو عندك وقت راجع التلاتة مش تقصر اي حاجة لو ما عندكش وقت او مش قادر تراجع التلاتة اتأكد من المدرسة بتاعتك ايه هو المنهج المقرر عليك بالظبت في الامتحان وهو ده اللي انت هتراجعه من الفيديو هنتكلم بالتفصيل عن الجزئية بقاعة القواعد ومش التفصيل اللي يديك او التفصيل اللي يديك حاجات مش عايزة لأ هتديلك بس الجزئية اللي انت محتاجها عشان تحل في الانتحنات تاني حاجة الجزئية بقاعة الكلمات برضو مش هسبها لك كده لو انت مش حافظ الكلمات كويس ومعندكش وقت تحفظ الكمية كاملة هتلاقيين مجمعلك اهم الكلمات اللي موجودة في كل واحدة من التلاتة كل ملفات الشرح هتلاقيها موجودة ونزلها لك على الجروب بتاع تليجرام هتلاقي لينك بتاعه في وصف الفيديو افتح الوصف خش جروب التليجرام هتلاقي كل حاجة انت محتاجها موجودة هناك ولو عندك اي حاجة مش فاهمة اي سؤال اي استفسار اي حاجة واقفت معاك اي مكتبه في الكومنتات هنا اي ما بعدها لنا في رسالة على صفحة بتاع الفيسبوك وبرضو هتلاقي اللينك بتاعها في وصف الفيديو احنا المنهج بتاعنا بشكل عام بنشرحه بالتفصيل وبنحل عليه على برنامج زوم فلو مهتم انك تكون موجود معانا على زوم ابعت لرسالة على الواتساب وبرضو الواتساب والرقم وكل حاجة هتلاقيه موجودة في وصف الفيديو ده كفاية كده على المقدمة وتعالا معايا نشوف الجرامر اللي موجود في الوحدة التالتة في الوحدة التالتة كان مطلوب مني اعرف حاجة اسمها المستقبل كان مطلوب مني في الوحدة الثالثة إن أنا أعرف إزاي أعبر عن مستقبل فكان عندي أربع أشكال أساسية كان عندي المستقبل البسيط وكان عندي المستقبل المستمر وطلع عندي زمنين اسمهم مضارع بسيط ومضارع مستمر وطلعوا برضو بنستخدمهم للتعبير عن مستقبل لو أنت مذاكر فأنت شايف كده إن في صيغة لسه ما بناتش هنقولها بعد شوية المهم دول الأربع أشكال الأساسية في المستقبل فأنا محتاج أفكارك دلوقتي بشكل كل واحد فيهم وأدي لك كم مثال عليهم وفكارك بالاستخدامات فأول حاجة نفتكر شكل كل صيغة من دول مستقبل بسيط مستقبل مستمر مضارع بسيط مضارع مستمر كشكل أو تكوين لكل زمن فيهم كان عندنا أي حاجة فيها مستقبل لازم يكون فيها كلمة will فكان عند المستقبل البسيط الفعل بتاعه عبارة عن will وبعد كده المصدر will والمصدر المستقبل المستمر هو ما زال مستمر أو ما زال الأول مستقبل وبالتالي أنا محتاج كمية will وبعدها المصدر مفيش زمن اسمه مستقبل إلا لما يكون عندي will والمصدر ومفيش زمن مستمر إلا لما يكون عندي verb to be وبعد كده فعل ing فعل بي ده وبعده ing ده لازم يكون موجود في أي زمن مستمر فبيطلع عن المستقبل المستمر هو will be وفعل ing كده مستقبل بسيط will والمصدر مستقبل مستمر will be وفعل ing المدارع البسيط والمدارع المستمر ما اسمه همش مستقبل وبالتالي will مش هكون موجودة المدارع البسيط هو مدارع فياخد فعل في التصريف الأول بس الفعل ده ببص على الفاعل بتاعه لو الفاعل كان مفرد الفعل بتاعي بيزيد له حرف الاس لو الفاعل كان مفرد الفعل بيزيد عليه حرف الاس الفاعل جمع الفعل بتاعي مش بيزيد عليه أي حاجة وآخر زمن اللي هو المدارع المستمر قلنا كمة مستمر معناها أنه لنزب يكون عندي verb to be وفعل ing فعل b أنا عندي هنا مدارع فعل بي ده في المدارع بيتصرف لام واس وار فيبقى تكوين الجملة هو اام واس وار وفعل ing ده تكوين الأربع صيغ اللي بيستخدمهم للتعبير عن المستقبل ده شكل كل واحد فيهم بس كده بحيث تذكر الحاجات اللي انت ذكرتها تعالوا نشوف الصيغة الأولى باستخدماتها وهي المستقبل البسيط أن المستقبل البسيط هو will والمصدر فلو هدي لك مثال عليه اقول لك my team will win this match فريقي هيفوز بالمباراة دي سوف يفوز بهذه المباراة will وبعد كده فعل في المصدر عادي ده مثال على شكل الزمن ده طيب استخدماته ايه بقى؟ المستقبل البسيط كان ايه اكتر من استخدام اول واهم واحد فيهم كان حاجة اسمها التنبؤ بدون دليل يعني ايه التنبؤ بدون دليل؟ يعني كنت بقول ان الحاجة دي هتحصل واسكت واقفل على هنا من غير ما يجب لك حاجة معاها تبين لك هي ليه الحاجة دي هتحصل زي لما اقول the class will be cancelled سوف يتم الغاء الفصل او الحصة هنا will be وتصريف ثالث ده مستقبل بسيط برضو بس مبني للمجهول لما تلاقي verb to be وتصريف ثالث تعرف ان ده مبني للمجهول فده مستقبل بسيط بس مبني للمجهول هنا انا قلت ان الحصة هتتلغي بس ما جبتش دليل ما قلتش ليه الحصة هتتلغي وبالتالي استخدنته مستقبل بسيط الاستخدامة التاني كان حاجة اسمها القرارات السريعة يعني ايه قرار سريع يعني قرار لسه متاخد دلوقتي حالا قرار لسه متاخد دلوقتي حالا ده اسمه قرار سريع فبقولك the bill is ringing الجرس بتاع الباب بيدرب بيرن دلوقتي فبقول i will open the door هفتح الباب سوف افتح الباب انا اخدت القرار ده امتا اخدت دلوقتي الباب او الجرس بيرن دلوقتي فانا اخدت القرار ده دلوقتي قرار اني هفتح الباب فانما بتكلم عن قرار سريع حاجة لسه مقرارها دلوقتي حالا ده كده بيكون برضه مستقبل بسيط ثالث اشهر استخدام للمستقبل البسيط حاجة اسمها الحقاية المستقبلية الحقاية المستقبلية هي الحاجات اللي تخص عادة الاعمار والتواريخ اللي لي علاقة بالزمن محدش يقدر يتحكم فيها زي مثلا النهاردة الخميس حد يقدر يمنع ان بكرة يكون الجمعة محدش يقدر يعمل كده النهاردة مثلا 23 حد يقدر يمنع ان بكرة يكون 24 في الشهر محدش يقدر يمنع مثلا انا عندي 23 سنة في شهر اغسطس اللي جاي هيكون عندي 24 برضه محدش يقدر يمنع الفعل ده فاقول هيبقى عندي 24 سنة في اغسطس اللي جاي الحاجات اللي ليه علاقة بالتواريخ او بالزمن محدش يقدر يمنعها وبالتالي بتكون حاجة اسمها حقائق مستقبلية باخد معاها مستقبل بسيط اخر استخدمين او هم اربعة بس بينضغطوا في اتنين بيكون عندي حاجة اسمها التهديد والتحذير بهددك او بحذرك من حاجة كمثال اقولك turn off the EC اللي هو air conditioner او التكييف اقفل التكييف or you will catch a cold وإلا هتصاب بالبرد اقفل التكييف وإلا سوف تصاب بالبرد هنا انا بحذرك عرفت ازاي ان انا بحذرك عشان كمة or بمعنى وإلا بأمورك بحاجة بقولك اعمل حاجة وبعد كده اجيب لك كمة or وإلا اقفل التكييف وإلا هتصاب بالبرد الجوزء بتاع التهديد والتحذير الاستخدام الاخير كان حاجة اسمها العرض والطلب العرض والطلب وده بيجي في صيغة سؤال ان انا باعرض عليك حاجة كمساعدة مثلا او بطلب منك حاجة بيجي في صيغة سؤال فأقولك مثلا ان الدنيا برت فهطلب منك تقفل الشباك اقولك هل يمكنك ان تغلق النافذة من فضلك ممكن تقفل الشباك لو سمحت بطلب من حد ان هو يعمل حاجة فويل لما بستغنمها في السؤال عادي ممكن يبقى سؤال مفروش اي حاجة وممكن يكون دال على طلب دال على ان انا بطلب منك حاجة فهتلاقينا عندها ما بجيب لك كلمة بليز في الاخر كده من فضلك عشان تتأكد ان ده عبارة عن طلب دي هي الاستخدامات الاساسية للمستقبل البسيط وانت دخل الامتحان الصفحة دي كده الى حد ما لو كنتم مذاكر الموضوع قبل كده او لو حلت عليه كتير هتلاقي ان الصفحة دي كافية تخليك تخش الامتحان وانت منطمن من ناحية المستقبل البسيط من الملحوظات اللي كانت موجودة في الجزئية دي هي ان انا عندي تعبيرات زي think او believe expect predict sure certain perhaps hope promise كان عندي التعبيرات دي وجودها في الجملة معناها ان الكلام ده تنبؤ بدون دليل وجود كلمات زي think وبليف بمعنى يعتقد expect يتوقع predict يتنبأ sure with certain بمعنى متأكد perhaps ربما hope يأمل promise يوعد وجود الكلمات دي معناها ان الجملة عبارة عن تنبؤ بدون دليل طيب مين الصيغة اللي بيخدها مع التنبؤ بدون دليل هي المستقبل البسيط فكمثال اقولك i think it will rain today حد بيقولك اعتقد انها سوف تومطر اليوم هل هو هنا جاب دليل على الكلام اللي بيقوله دي بيقولك اعتقد فهو مجرد اعتقاد وهو الشخصي وبالتالي مستقبل بسيط تنبؤ بدون دليل حد تاني يقول i promise i will do my best اعتقد ان ابزل قصارى جهدي او انني سوف ابزل قصارى جهدي لما تلاقي التعبير do my best ده ترجمته او خليها ابزل قصارى جهدي فجبت هنا promise واحد من الافعال دي اهو بعد كده جبت المستقبل بسيط ممكن استخدم مثلا ارجع كده شوية i am sure انا متأكد i am sure انا متأكد that we will win انا متأكد ان انا سوف نفوز ما تنخدعش تقول متأكد يبقى عنده دليل انا مالش دعوة مالما هو ما جابش الدليل في الكلام بتاعه يبقى ده تنبؤ بدون دليل فاخد معه مستقبل بسيط كان فيه شوية ملاحظات كمال على الافعال دي اولها مثلا ان فعل promise مش لازم يجي بعده جملة كاملة promise ممكن يجي بعده جملة كاملة فالموضوع يكون مستقبل وممكن اجيب لك tool مصدر ممكن مع فعل promise اخد tool مصدر فقوله promise to come وعده ان يأتي هنا ما جبتش جملة كاملة اما الحوزة التانية ان انا لو استخدمت الافعال في المدارع قلت think في المدارع promise في المدارع am في المدارع خلاص هتاخد مستقبل بسيط will والمصدر لكن ممكن تستخدمهم في الماضي انا هنا قلت promised جبتها ماضي ما جبتش promise في المدارع طيب هيحصل ايه لو جبتها في الماضي في الماضي مش بنستخدم كلمة will في الماضي بنستخدم كلمة اسمها would في المدارع بستخدم will في الماضي بستخدم would يبقى promise لو جبتها مدارع ممكن تجيب بعدها جملة كاملة هتكون مستقبل بسيط وممكن تجيب بعدها tool مصدر لو جبتها في الماضي برضو ممكن تجيب بعدها tool مصدر وممكن تجيب بعدها جملة كاملة بس في الماضي بتاخد ود مش بتاخد ويل خلي بالك من الجزئية دي دي الصيغة الاولى والاشهر والاطول في الصيغ بتاعة المستقبل لما جينا نبص على الجزئية بتاعة المستقبل البسيط هنلاقي ان الاستضمام بتاعتها هي تنبق بدون دليل يعني بقول ان الحاجة هتحصل بس انا ما عنديش دليل اكني بهبد بالزبط بقولك هنا ان ده قرار سريع يعني حاجة لسه مقرارها دلوقتي مفيش مثلا نية او تخطيط للحاجة دي ابدا لما بقولك تهديد وتحذير فانا بحذرك من حاجة اولا مش اكيدة ثانيا بعيدة قوي مثلا بقولك ذاكر النهاردة علشان ما تسقطش بعد سنة فدي حاجة بعيدة قوي فهم لقوا ان هم عايزين يستخدموا التنبق ده بس عايزينه بدليل عايزة جيب دليل على التنبق ده وعايزين برضو يكون فيه قرار يعبروا عنه بس عايزين القرار ده يكون قرار مبني علانية او تخطيط قرار قديم مش لسه متاخد دلوقتي وعايزين يحذرونا من حاجة على وشك انها تحصل حاجة هتحصل قريب قوي 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 فلاقوا ان المستقبل البسيط مش هينفى يعمل كده فقرروا يبدلوا كمة will بتاعة المستقبل بكلمة تانية او بتعبير تاني التعبير ده هو be going to هم عايزين يعبروا عن حاجات شبه بتاعة المستقبل البسيط بس يحسنوها شوية فراحوا مبدلين كمة will بتاعة المستقبل البسيط شلوها خالص وحطوا مكانها تعبير اسمه be going to be going to ده هيتحط مكان will وبالتالي هيتعامل نفس المعاملة بالزبط هجيب بعده برضو فعل في المصدر وقلنا بي دي لما تتصرف بيكون شكلها am و is و are am و is و are going to و فعله في المصدر كمثال اقولك my team is going to win this match ده نفس المسألة اللي اخدناه فوق بس المرة دي انا استخدمت going to و فعله في المصدر فرق في ايه بقى فرق في ايه will من going to فرق ان استخدامي لgoing to معناها ان الكلام ده تنبؤ قائم على دليل لما استخدم going to معناها ان انا بتنبأ بناء على دليل اقول the class is going to be cancelled نفس المثال برضو بتاع المستقبل البسيط بس المرة دي قلتلك he is ill المدرس مريد هو مريد فانا تنبأت ان الحصة هتتلغي عشان المدرس مريد هنا انا تنبأت بناء على دليل وبالتالي اخد going to نفس الموضوع بالضبط بي going to اكيناها will بس بستخدمها في حاجات احسن زي ان انا اتنبأ بناء على دليل هناك مع will لما كنت بتكلم على قرار سريع كان ممكن استخدم معاها تعبارات زي just decided just decided معناها للتو قرر للتو يعني لسه مقرر دلوقتي فjust decided اخد معاها مستقبل بسيط انما going to يا رب البتاع دي ما يكون شدت وجهتك عنيك going to لما بستخدمها بيكون تنبأ او بيكون عبارة عن قرار مبني على نية وخطط النواية والخطط يعني القرارات انت اخدها من زمان فلما تلاقي كيمة plan بمعنى يخطط او خطة intention بمعنى نية لما تلاقي كيمة decided قرر لوحدها من غير just decided كلا في الماضي يعني الكرام ده هو مقرره من زمان دي كلها معنى ان الكلام ده عبارة عن نية او خطط قديمة فباخد معاها going to ممكن مثلا استخدمها علشان اسأل حد عن خططه للاسبوع اللي جاي هو مخطط يعمل ايه فاقوله what are you going to do next week في السؤال كل اللي بيحصل ان انا باخد في بربيت بيه اطلعه بره شويه اجيبه قبل الفاعل فقدر ما هي you are going to اخليها are you عشان تبقى سؤال what are you going to do next week ماذا سوف تفعل الاسبوع القادم هنا كوني استخدمت going to معناها ان انا بسأله عن خططه عن النواية بتاعته فلو لقيت في مرة عملك plan او intention او decided كده انت بتتكلم على نية او خطط فبتاخد going to الاستخدامة التالت والاخير او مش الاخير قوي بس هنقوله ان هو الاخير هو ان انا احذرك من حاجة على وشك انها تحصل حاجة لو انت ما اخدتش بالك هتحصل دلوقتي حالا زي ايه كده او ايه بيعرفني ان انا بتكلم عن الحوار ده بيعرفك انك محتاج حتة التحذير ده او محتاج going to مع التحذير تعبارات زي watch out look out be careful watch out او look out او be careful التلاتة ممكن تقول معناهم انتبه بقول لحد خد بالك ودول وجودهم معناهم ان الحاجة دي لو انا ما اخدتش بالي هتحصل دلوقتي حالا مفيش وقت هتحصل دلوقتي حالا اشهر مثال على الحوار ده بيكون الحوار او المثال بتاع العربية اللي لو ما اخدتش بالك هتخبطك watch out انتبه a car is going to hit you هناك سيارة على وشك انك تصدمك في سيارة هتخبطك هل هنا بحذره من حاجة في المستقبل البعيد لا انا هنا بحذره من حاجة لو ما اخدتش باله هتحصل دلوقتي حالا في نحلة واقفة على اديك فلما اجي حذرك هنا انها هتلدغك هل استخدم المستقبل البسيط ولا استخدم going to فكر فيها في نحلة واقفة على اديك وانا عايزة حذرك ان النحلة دي هتلدغك هل انا استخدم المستقبل البسيط اللي بيعبر عن تحذير من حاجة بعيدة ولا استخدم going to اللي بتعبر عن تحذير من شيء على وشك الحدوث اكتب الاجابة تحت في الكومنتات وانا هقولك اذا كان من صح ولا مش مزبوطة دي الصيغة التانية وتاني اشهر صيغة وهي be going to او الصيغة البديلة للمستقبل البسيط فيه هنا ملحوصين يخصوا going to احنا قلنا ان going to بتستخدم من التعبير عن التنبؤ بناء على دليل في جمل كده بتبقى خداعة شوية ممكن الجمل الخداعة دي بيجي جايب لك مسلا صفة في الشخص دا بقول لك بقول لك he not the full mark he is clever بقول لك هنا ان هو شاطر ودرك في الاختيارات a مثلا he is going to get و b he will get استخدم من المستقبل البسيط ولا استخدم going to هتقول لي هنا انت بتتكلم على تنبؤ بدليل هو شاطر يبقى هيحصل على الدرجة النهائية لا استفات الشخصية ما تعتبرش تنبؤ بدليل كونه شاطر او انك توصفه ان هو شاطر دا مش دليل على انه هيجي بالدرجة النهائية استفات الشخصية طويل صغير كبير رفيع شاطر غبي الحاجات دي مش دليل على ان الحاجة هتحصل وبالتالي هنا الاجابة الصح هي he will get دي الملحوظة الاولى ان استفات الشخصية اللي فيك مش دليل على ان الحاجة هتحصل الملحوظة التانية ان انا لما لاقي حاجة خصة ambition اللي هو طموح فالطموح ده بياخد برضو be going to لما تتكلم على ambition او طموح بتاخد be going to اعتبر ان ال ambition او طموح هو نية ماذا لما اقولك انا مثلا انا عايز ابقى دكتور انا مش لسه مقرر دلوقتي ان انا عايز ابقى دكتور انا مقرر من زمان انا اصلا عشان كده بتعلم فده بيعتبر برضو قرار قديم او نية او خطة وبالتالي بتاخد معاه going to ده الملحوظات اللي موجودة في الصيغة التانية الصيغة التالتة هي حاجة اسمها المستقبل المستمر وهنا خلينا نرسم خطة كده لو قلتلك ان انا هبدأ مذاكرة بكرة الساعة خمسة واخلص مذاكرة الساعة عشرة الكلام ده لسنا ما حصلش انا بقولك بكرة الساعة خمسة هبدأ اذاكر بكرة الساعة عشرة هكون خلصت مذاكرة تفتكر لو انت عايز تكتب جملة هنا عند بداية الحدث هتستخدم زمن ايه انا بقولك في المستقبل لسه هيبدأ في المستقبل وبالتالي هنا هستخدم مثلا مستقبل بسيط فقولك I will study at 5 انا هذاكر الساعة خمسة كني استخدمت المستقبل البسيط معناها ان النقطة دي اللي هي الساعة خمسة دي نقطة بداية الحدث النقطة اللي الحاجة هتبدأ عندها طيب انت بتقولي هتبدأ خمسة وهتخلص عشرة طيب لو جيت لك هنا مثلا الساعة سبعة ما بين خمسة وعشرة هل هنا هتكون لسه هتبدأ لا هكون بدأت باري ساعتين اهو يبقى مش ينفع تستخدم المستقبل بسيط عشان المستقبل البسيط بيعبر عن نقطة البداية طيب انت هنا بدأت بس لسه مخلصتش يعني ايه بدأت ولسه مخلصتش يعني انت لسه مستمر في الفعل ده وبالتالي انت بتتكلم عن حاجة هتكون بدأت ولسه مستمرة في المستقبل فبناخد معها زمن اسمه مستقبل مستمر فايي فايدة في المستقبل المستمر فايدة ان هو يعرفني ان الحدث ده هيكون بدأ بس لسه ما انتهاش تكوينه عامل ازاي قلنا ويل بي وفعله قاين شي فاقول احنا هنكون بنذاكر الساعة ستة بكرة احنا هنبدأ خمسة وبالتالي الساعة ستة هنكون بدأنا ولسه مخلصناش هنكون لسه مستمرين فاخد مستقبل مستمر we will be studying at 6 tomorrow ده مثال طيب استخدامه قلنا استخدامه ان انا عبر عن حدث هيكون مستمر في وقت معين في المستقبل وبالتالي انا لازم اجيب لك فترة في الجملة لازم اجيب لك حاجة زيادة في الجملة تعرفك ان ده هيكون استمرار من اشهر الحاجات هي ان انا اجيب لك الساعة الساعة ستة الساعة سبعة هنا انا لما اجيب لك الساعة خمسة انا عارف انها مستقبل بسيط عشان انا شايف الخط قدامي بدأ امتى وخلص امتى بس في العادي انت مش تبقى شايف الخط ده قدامك مش تبقى عارف هو بدأ امتى وبالتالي في العادي لما يجيب لك الساعة في الجملة يبقى تاخد استمرار مستقبل مستمر او يجيب لك تعبير زي this time بعد كده فترة في المستقبل this time بمعنى هذا الوقت بعد كده فترة في المستقبل i will be having fun in Alex الوقت ده الاسبوع اللي جاي هكون بس تمتع بوقتي في الاسكندرية will be وفعله ing مثال كمان اقول in two years time في خلال سنتين برضو ده من التعابرات اللي بتيجي مع المستقبل المستمر في خلال فترة in two years time في خلال سنتين i will be running my own business تكون مش قادر تعمل حاجة او مش قادر تكون معايا علشان في حاجة تانية هتكون مستمرة في نفس الوقت ده يعني بقولك i can't go out with you tonight انا مش قادر اخرج معاكم النهاردة ليه مش قادر تخرج معانا علشان في الوقت ده في حدث تاني هيكون شغال هكون بعمل حاجة تانية i will be revising for the exam هكون براجع من اجل الامتحان فلما يجيلك النهاردة من الجمل حاجة انت مش قادر تعملها ده بيكون بسبب ان في حاجة تانية هتكون مستمرة في الوقت ده فبناخد مستقبل مستمر واخر المثال هنا اقول انا هشوف سالم في الشغل بكرة ده استخدام للمستقبل المستمر بس مش مشهور قوي حاجة اسمها التنبؤ بناء على العادات خلينا نكتبها التنبؤ بناء على عادات بمعنى ايه بمعنى ان انا كده كده متعود اشوف سالم ده في الشغل كل يوم فبعنى متعود اشوفه كل يوم انا اقدر اتنبأ اقول يعني ان بكرة الفعل ده برضو هيحصل عرفت ان دين ان هو هيحصل عرفت بناء على العادة على ان دي عادة فكده كده بتتكرر ماشي التنبؤ بناء على عادات ده كده اخر حاجة في المستقبل المستمر والصيغة اللي بعد كده هي المضارع البسيط المضارع البسيط شكله سهل قوي ضارع ففعله فتصريف الاول وانه لو الفعل مفرد بحط الفعل بتاعي حرف الاس فقولك الجلسة بتبدأ ساعة عشر هو استخدام واحد للمضارع البسيط حاجة اسمها جداول الموعيد السبتة حاجة بتتكرر وفقا لجدول الموعيد سبتة فقول مثلا القطر بيتحرك الساعة ستة كل يوم كده كده القطر ماشي بجدول الموعيد سبتة الحصص بتحصل حسب جدول يعني انت ما بتروح درس فانت عارف ليك موعيد القطرات بتتحرك بموعيد ساعات في بصات بتتحرك بموعيد في قطرات بتتحرك بموعيد الافلام في السينما بتقبل بموعيد فكل الحاجات دي باخد معها منضارع بسيط لو بجيب لك كده الساعة اللي الحرس ده بيبدأ فيها الطائرة تقلع الساعة عشر صباحا ده الاستخدام الوحيد للمضارع البسيط في الجزئية بتاعة المستقبل حاجة اسمها جداول الموعيد السبتة واخر حاجة هي المضارع المستمر المضارع المستمر قلنا عبارة عن وفعل وينجي فاقول لك مسلا نحن نغادر اليوم احنا اتفقنا من شوية اننا لو عندي قرار لسه او حاجة لسه مقرارها دلوقتي حالا بتبقى مستقبل بسيط قرار سريع طيب لو حاجة مقرارها من زمان شوية فانا عندي نية او تخطيط للحاجة دي ساعتها بتكون جوينجتون طيب لو اصلا انت خططت للحاجة دي وضمنت مليون في المية ان الحاجة دي هتحصل انت رتبت وجهزت للحاجة دي وضمنت مية في المية انها هتحصل ساعتها بنستقدم اكيد المدارع المستمر المستقبل البسيط قرار لسه واغده دلوقتي يعني انا قررت دلوقتي ان انا هتجوز لسه مقرر حالا يبقى ده قرار سريع مستقبل بسيط طيب انا قررت النهاردة جيت بعد اسبوع بعد اسبوع خلاص انا مقرر كريعة اعتبر من اسبوع فبقى going to بقانية او خطة عندي طيب رحت خطبت وكتبت الكتاب وحجزت القاعة وراح اجيب العروسة كده انا رتبت وجهزت كل حاجة وضمنت ان الفعل ده هيحصل كده ااخد مدارع مستمر ترتبات وتجهيزات حاجة انتضامن انها هتحصل انتضامن انها هتحصل في المستقبل لدرجة انك لما بتتكلم عنها بتتكلم عنها بصيغة المدارع بتتكلم عنها اكي انها بتحصل دلوقتي من كتر ما انت متأكد انها فعلا هتحصل arrange وprepare هم فعلين الاتنين بمعنى يرتب او يجهز او يعد بيسهلوا عليك برضو لحتى بتاعت انك تعرف ان ده هيكون ترتبات وتجهيزات فتاخد مدارع مستمر arrange وprepare يعد او يجهز فقول لك مثلا انا مسافر الاسبوع اللي جاي كل شيء معد كل حاجة جاهزة خلاص كده انت مزبط كل حاجة يبقى تاخد مدارع مستمر او i am going to the doctor tomorrow as appointed انا رايح للدكتور بكرة كما محدد في المعاد as appointed يعني ان انا حاجز معه معاد فانا حاجز ومرتب وضامن ان الفعل ده هيحصل فباخد مدارع مستمر هنا خلي بالك الصيغة اللي اسمها be going to كنت بجيب بعدها فعله في المصدر هنا انا مش جايب بعدها فعله في المصدر هنا going بمعنى يذهب فعل يذهب عادي فعني هنا مستخدم مدارع مستمر خلاص عشان محدش يقول ان دي going to اللي بجيب بعدها فعله في المصدر لا ده مجرد فعل go بمعنى يذهب انا قلت ذاهب الى الطبيب دي هي صيغة المستقبل خد البريك بتاعك خمس دقائق عشر دقائق اي ان كان انت عايزه وبعد كده تعال اكمل الفيديو ده في الواحدة الرابع يعتبر كان مطلوب مني جسئيتين الجسئية الاولى كانت حاجه اسمها الكلام القطاع ازاي js cna عندي كلام مباشر اخدتو من لسان حد وعاز انا انقل الكلام اللي هو قوله ده وبعد كده كده كان عندي كئل متين koud zach وكل واحدة منهم لها مجموعة استخدمات كان مطلوب مني انا اعرفهم الجسئية بتاع za occasions بتاع the spoken word هي الاول دي جزئية طويلة ومفصلة في تالتة سنوي لكن حاليا في تانية مش مطلوب منك فيها غير حتة بسيطة قوي مطلوب منك في الجزئية دي دلوقتي انك تاخد الافعال اللي موجودة في الجدول ده اي واحد من الاتناشر او تلاتاشر فعل دول ومتالبا عشرة تلاتة ستة تسعة عشرة عشرة افعال مطلوب منك تاخد الافعال دي وتعرف ان انا بجيب بعدها اسم بعد كده طول مصدر اي فعلة من دول بجيب بعده اسم بعد كده طول مصدر دي واعتبر هي كل القادة اللي احنا عايزينها من الجزئية بتاعت الكلام الغير مباشر عندنا ادبايس ينصح انكاريج يشجع اكسبكت يتوقع يساعد يدعو تل يخبر يوجه اردر يأمر وانت يريد وان يحذر ما كنت دخل معهم فعل بمعنى يوعد لسه شايفينه مع المستقبل واقالين ان انا ينفع جيب بعده طول مصدر وينفع برضه اجيب بعده مفعول طول مصدر اي فعل من دول ينفع جيب بعده مفعول طول مصدر ده كل اللي عايزه منك فلو اخدنا مثال اقول لك لما تلاقي الكلام موجود ما بين على امتين تنصيص بالشكل ده تعرف انه حاجة اسمها كلام مباشر يعني اتقال زي ما هو كده بالزبط مفيش اي حاجة منه اتغيرت ده النص اللي اتقال انا عايز احاول الكلام المباشر ده لكلام غير مباشر يعني مثلا المدرس هو اللي بيقول الكلام ده انا عايز اخد كلام المدرس واروح حد دي لحد انقله لحد اقوله ان المدرس قال كزا ساعتها هستخدم واحد من دول وحط بعده مفعول طول مصدر فاقول مثلا the teacher advised us استخدمت فعل advice بمعنى ينصح advised us to study well for the exam نصحنا انه ذاكر جيدة من اجل الاختبار استخدم اي واحد من دول يمكن تصال ان فعل يخبر till فتجيبه في الماضي تقول told us اخبرنا انه ذاكر جيدة من اجل الامتحان want يريد اقول wanted us ارادنا encouraged encouraged us تستضي شجعنا انه ذاكر instructed بمعنى يوجه وجهنا انه ذاكر اقول don't go out alone والدتك مثلا بتقولك لا تخرج وحدك ما تخرجش الوحدك فهي هنا بتحذرك فانت عايز تقول انها حذرتني ان انا ما اخرجش الوحد فقول mom told us والدتي اخبرتنا not to go out alone ايه not دي انا عايزها منفية هي مش عايزاني اعمل الفعل ده بما انها مش عايزاني اعمل الفعل ده فما اخدش طول مصدر اخد not to mom told us not to go out alone اخبرتنا ان لا نخرج وحدنا او استضم فعل warned بمعنى يحذر اقول mom warned us حذرتنا not to go out alone برضو الا نخرج وحدنا اي واحد من دول لو الفعل اللي بعده كويس طول مصدر لو الفعل اللي بعده وحش انت مش عايز تعمله او ما ينفعش تعمله هتاخد not to وفعله في المصدر دي الجزئية الاولى وبتاعت الكلام اللي ده مباشر وزي ما قلت لك انت مش محتاج منها اكتر من كده تعرف مجموعات الافعال دي انك محتاج بعدها مفعول to المصدر الجزئية التانية بتاعت code و shoot الجزئية دي في الكتاب بتكون مش صعبة ومش مناغبطة وانما بتكون متنطورة هتلاقي code في الدرس الاول والتاني ليها شوية استخدمات وفي الدرس التالية والرابع ليها شوية استخدمات تانية فهي ببقى اننا هنا عايزين نريم الدنيا على بعض فهنبدأ الاول بكلمة code وهنجمع كل الاستخدمات بتاعتها في مكان واحد فانعندي نفس الكلمة اللي هي code اقدر استخدمها بمعنى استطاعة في الماضي واقدر استخدمها عشان اعبع من اقتراح في المضارع واقدر استخدمها عشان اعبع عن احتمال code be واقدر استخدمها في السؤال عشان اعبع عن طلب عشان اطلب منك حاجة دول الاربع استخدامات الاساسية لكمة code تعالى ناخد كل واحد منهم ونشوف عليه امثلة اول استخدام هي كمة code استخدمها في الماضي بمعنى استطاعة قدر يعمل حاجة في الماضي فاقولك we could beat the other team last week استطاعنا ان نهزم الفريق الاخر الاسبوع اللي فات هنا انا متأكد انها في الماضي عشان last week وبالتالي code هنا معناها استطاعة code بستخدمها في الماضي بمعنى استطاعة قدر يعمل الشيء ده أو I tried to eat all the food حاولت ان انا اكل كل الاكل but I couldn't لكن لم استطع ما قدرتش مزبطة او منفية عادة قدرت اهزم وهنا لم استطع ان اتناول كل الطعام ادي الاستخدام الاول بكل بساطة code في الماضي بمعنى استطاع ان قدر يعمل حاجة الاستخدام التاني هو نفس الكمة بالضبط هي هي could بس بتلاقي الجنوب بتاعتها مضارع مش ماضي بيكون معناها ايه ساعتها بيكون معناها ان انت بتقترح بتخير حد اذا كان عايز يعمل الحاجة دي او ما يعملهاش اقتراح او تخيير فاقولك if you don't like the red one لو مش حابب الحمرة you could change it ممكن تغيرها تقدر تغيرها هنا انا بتكلم don't بتكلم في المضارع وبالتالي هنا انا بخيرك تقدر تغيرها اقول you could take the bus تقدر تاخد الاوتوبيس or walk to school او تمشي الى المدرسة هنا باقترح عليك او بخيرك اور هنا معناها او you could take the bus تستطيع ان تاخد القطار او الاوتوبيس او تمشي الى المدرسة could هنا الاقتراح اقتراح فان لقيتني باستخدم code في جملة ماضي يبقى معناها استطاعة n لقيتني باستخدمها في جملة مضارع معناها كده ان انا باقترح او بخير اللي قدامي عايز يعمل كده يعمله مش عايز يعمله او حر مجرد تخيير او اقتراح الاستخدامة التالت وعالثا ده بتكون could be في معظم الاحوال could be بمعنى يمكن ان could be هنا انا بعبر عن احتمال حاجة انا مش متأكد منه could be بتعبر برضو في المضارع عن احتمال حاجة انا مش متأكد منه فاقول where is that اين ابي فبقول he could be at the swimming pool يمكن ان يكون بي هنا بمعنى يكون يمكن ان يكون عند حمام السباحة كني قلت ممكن يكون عند حمام السباحة معناها ان انا not sure انا مش متأكد من الكلام ده او they could still be at school i am not sure استيل هنا معناها ما زالة دي حاجة زيادة ممكن تتشاهل عادي ربما ما زالوا في المدرسة يمكن انهم ما زالوا في المدرسة i am not sure انا مش متأكد مش متأكد يبقى استخدم could be يبقى could be معناها يمكن ان او يمكن ان يكون بستخدمها لو انا مش متأكد من الحاجة اللي انا بتكلم عنها احتمال انا مش متأكد وفي الحالة دي could be بتساوي تعبير اسمه maybe maybe معناها ربما هي هي بالضبط could be في الجملة الاولى كان ممكن اقول he may be او they may be may still be could be هي هي maybe لما اكون بعبر عن احتمال احتمال في المدرسة فاقول why isn't he here لما هو ليس هنا فانا بقول او معرفش السبب بالضبط مش متأكد فبقول he may be asleep وربما يكون نائما هنا maybe هي هي could be بمعنى ربما يكون يمكن ان يكون بعبر عن احتمال في المدرسة الاستخدام الرابع واعتبر الاخير لكمة could بشكلها الحالي هو ان انا اجيبها في صيغة سؤال في صيغة السؤال ممكن تبقى مثلا بتعبر عن قدرة او استطاعة ففي السؤال عموما بنقول ان تستخدم code في السؤال للتعبير احيانا عن طلب بستخدم code في صيغة السؤال احيانا للتعبير عن طلب فقول could you lend me your phone for a moment هل يمكنك ان تسلفني هاتفك للحظة هشوف بس في حاجة هنا انا بطلب منه ان هو يسلفني التلفون could you lend me your phone for a moment هل يمكنك ان تعيرني الهاتف للحظة هنا بطلب منه حاجة فعلا مساعد زائد فاعل كده انا عملت صيغة سؤال اقول could you help me please هيمكنك ان تساعدني من فضلك برضو please معناها ان انا بطلب منك حاجة فاقدر استخدم كيمة code في السؤال علشان اعبر عن طلب هنا مثلا could you pass last week's test هل هنا انا بطلب من حد حاجة هل في الجنمة دي could you pass last week's test هل هنا انا بطلب من حد حاجة لا انا بسأل حد هل قدرت تكتاز امتحان الاسبوع اللي فات ولا لا عشان كده قلت لك انها احيانا مش دايما ليه عشان انا اقدر استخدمها في السؤال عشان اشوف حد قدر يعمل الحاجة دي في الماضي واللي مقدرش فلو سؤال الغرض منه انك تطلب من حد حاجة بيكون واضح ولو سأل الغرض منه انك تشوف حد قدر يعمل حاجة في الماضي ولا لا برضو بيكون واضح لانك هتلاقي الجملة فيها حاجة بتدل على الماضي زي last week كده ادي كل الاستخدامات بتاعت كيمة كود بشكلها العادي كده ممكن اعبر عن قدرة او استطاعها في الماضي اقتراح في المضارع احتمال في المضارع او ان انا اطلب منك حاجة في صيغة سؤال عندنا بعد كده بدل كود لوحدها عندنا كود هاف وتصريف تالت هي هي نفس الكود بس خلناها في الماضي الشكل ده كده اكنه ماضي كود هاف وتصريف تالت عندنا كود هاف وتصريف التالت لها تلات اشكال كود هاف مثبتة زي ما هي بتعبر عن احتمال في الماضي انا عندي كود بي بتعبر عن احتمال في المضارع كود هاف وتصريف تالت بتعبر عن احتمال في الماضي وكود هاف وتصريف تالت برضو بتعبر عن حاجة كان ممكن تحصل اعتبر ابدو احتمال في الماضي حاجة كان ممكن تحصل بس ما حصلتش. ولما بننفيها couldn't have بيكون معناها ان الحاجة دي مستحيل تكون حصلت في الماضي. لما بننفي could have بيكون معناها ان الحاجة دي مستحيل تكون حصلت في الماضي. تعال ناخد واحدة واحدة وبدو ناخد امثلة. هنا هنا. اول مثال بقول لك هو ما جاش امبارح ليه ما جاش امبارح ما عرفش فانا هخمن عبر عن احتمال بس الموارد اللي احتمال في الماضي بقول لك ربما كان مشغولا وتصريف تارت هنا بعبر عن احتمال بس احتمال في الماضي او حد برضو مش موجود هنا فبقول ممكن تكون راحة المحل او راحة التسوق مسلا انا مش متأكد مش متأكد يبقى بتعبر عن احتمال والمرة ده انا عايز اتكلم في الماضي يبقى احتمال في الماضي وتصريف تارت وزي ما كان في المضارع بتساوي هنا برضو بتاعت الاحتمال بتساوي may have او might have التلاتة زي بعض التلاتة بيعبرو عن احتمال في الماضي يعني هنا كان ممكن اقول she may have gone او she might have gone التلاتة زي بعض والتلاتة صح عندنا الاستخدام التالي اللي هو could have حاجة كان ممكن تحصل بس محصلتش اقول the exam was easy الامتحان كان سهل you could have gone the full mark كان يمكن ان تحصل على الدرجة النهائية كان ممكن تعمل كده ده معناه ان هو ما عملش كده معناه ان هو ما جابش الدرجة النهائية فاكني بلومه كده حاجة كان ممكن تحصل بس محصلتش الامتحان كان سهل فاكن ممكن تحصل على الدرجة النهائية كان ممكن تحصل على الدرجة النهائية معناه ان انت ما عملتش كده ان انت نقصت والتصريف التالت ممكن يكون معناه حاجة كان ممكن تحصل بس محصلتش هنا بقولك you could have could ممكن يكتصرها ابوستر في حرف دي you could have studied more if you hadn't wasted your time لو ما كنتش ضيعت وقتك كان من الممكن ان تذاكر اكثر كان ممكن تذاكر اكتر طيب ليه ما عملتش كده ليه ما ذكرتش اكتر عشان انت ضيعت وقتك فكان من الممكن ان برضو حاجة كان ممكن تحصل بس محصلتش والحطة الاخيرة ليه كده انتحاب وانا دي بتعبر عن ان حاجة مستحيل تكون حصلت في الماضي he was ill the whole week واحد كان مريض الاسبوع ده كله هي كده انتحاب gone to alex مستحيل يكون سافر اسكندرية لانه طوله الاسبوع تعبان ازاي طوله الاسبوع تعبان ورقت في السرير وانت بتقوله انه سافر اسكندرية he was ill the whole week كان مريض الاسبوع كله he couldn't have gone to alex مستحيل يكون راح اسكندرية استحالة في الماضي متعبرا حاجة مستحيل تكون حصلت في الماضي يبقى احتمال في الماضي وساعتها بتساوي مية او ما يتحاف حاجة كان ممكن تحصل بس محصلتش زي المسالين دول او حاجة مستحيل تكون حصلت في الماضي لو هي منفية اللي هو المسال الاخير ده مثال كمان على الجسئية دي he was ill the whole week نفس الجملة بالزبط بس بدل current have استرنت can't have can't have هي هي current have في الحالة دي can't have هي هي current have الاثنين زي بعض بالزبط مفيش فرق ما بينها لما تحب تعبر عن ان حاجة مستحيل تكون حصلت في الماضي current have ساعتها هي هي can't have الاثنين مفيش اي فرق ما بينها دي كل استخدام could مفاضل دلوقتي الاخيرة اللي هي كمة shot مفاضل اعرف استخداماتها should يعتبر ما عندش فيها حاجات كتير بس برضو يعتبر قبل ما تخش على shot بص تاني على الجسئية بتاعت could بص على صداماتها سواء بقى انت كنت كاتب ورايا او حملت ملف pdf وبتشوف منه بصوا شوية على كود قبل ما تخش على الجسئية الاخيرة should انا عايز منها حاجات بسيطة اول حاجة should لوحدها مش فرق معايا قوي فرق معايا تعبير اسمه should have والنفي بتاعه shouldnt have should لوحدها معناها يجب ان should have الماضي منها بيكون معناه كان يجب ان فلو في حاجة حلوة كان يجب انك تعملها بتاخد should have لو في حاجة وحشة لم يكن يجب ان تفعلها بتاخد shouldnt have بس جب هنا i shouldn't have wasted my money ان انا اضيع فلوسي دي حاجة وحشة وبالتالي لم يكن يجب ان افعلها i shouldn't have wasted لم يكن يجب ان اضيع او اهدر ماني اقول i should have helped that poor man ان انا اساعد راجل فقير دي حاجة حلوة فكان المفروض اعملها i should have او shouldn't have should have معناها كان يجب ان حاجة حلوة كان المفروض تعملها shouldn't have لم يكن يجب ان حاجة وحشة مكانش المفروض انك تعملها هم نفس الحاجة بس مرة اثبات ومرة نافي should هي هي كلمة ought to كلمة should هي هي ought to وبالتالي لو انا ما ادور على should have وما لقيت هاش اقدر اخد ought to have خلي بالك ought to اللي اتنين على بعض كده بيسوي كلمة should فshould have هي هي ought to have طيب shouldn't have تبقى ought not to to تبقى not to اي ought to have studied more كان يجب ان اذاكر اكثر هنا اقدر اشيل ought to وحط مكانها كلمة should هنا اقدر اشيل should وحط مكانها ought to اللي اتنين زي بعض بالظبط should هي هي ought to بتنساش بي سواء should have او shouldn't have دول انا بس تعادمهم فحاجة اسمها blame blame يعني لوم regret يعني ندم انا لما اقول ما كانش المفروض تضيع وقتي كده انا بعبر عن regret عن ندم انما لما اكلم حد تاني واقول له انت ما كانش المفروض تضيع وقتك انا هنا مش بعبر عن ندم انا بلومه فبعبر عن لوم فلو الفعل كان اي انا يبقى انا بعبر عن انا ندمان انما لما الفعل يكون اي حاجة تانية غير اي غير اي او غير وي ساعتها يبقى انا بعبر عن blame او لوم بلومهم يبقى blame ده لوم وده ندم لوم او ندم ده يعتبر كل اللي انت محتاجه بخصوص كيمة شوت في الواحدة الرابعة وده يعتبر هو ملخص الواحدة الرابعة بالكامل اشتركوا في القناة 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 الواحدة الخمسة كقواعد هي تعتبر اسهل واحدة عندك في المنهج احنا يدوب بنتكلم عن ثلاث كلمات seem, mean, suppose محتاج تعرف بس ازاي بتستخدم كل كلمة من الثلاثة وايه علاقتهم بضع اول واحدة واطول واحدة فيهم هي كلمة seem seem معناها يبدو كلمة seem معناها يبدو كلمة seem اقدر استخدمها يعتبر بخمس طرق مختلفة ما تقلقش الخمس طرق صغيرين وسهلين we suppose ومين ملهمش كل الاستخدمات دي هيبقى الموضوع فيهم اسهل بكتير بالنسبة ال seem فانا اقدر اجيب بعدها صفة فقولك seem زائد صفة لو ذكرت الدرس بتاع الصفات كويس بتاع الواحدة التانية هتعرف ان في افعال باجيب بعدها صفات من ضمنها فعل seem بمعنى يبدو فممكن تجيب بعدها صفة الحاجة التانية بعد seem دي تقدر تجيب to المصدر seem to المصدر تستخدم فعل في المصدر ولو عايز تاخدها في الماضي تستخدمها مع حاجات في الماضي ممكن تاخد seem to have وبعد كده تصريف تادت بعد كده same like they are same to be دول مش مهمين قوي الاهم هم اول ثلاثة تعال نشوف اول حاجة وهي same وبعدها صفة same بمعنى يبدو فلو قلتلك she seems happy معناها هي تبدو سعيدة عادي بوصف البنت بقول انها تبدو سعيدة they didn't seem angry لم يبدو غاضبين الشكلهم كده ما كانوش متضايقين بس كده قد الاستخدام الاول خلص same ينفع تجيب بعدها صفة سواء بتستخدمها في المضارع او في الماضي او ايا كان same ينفع تجيب بعدها صفة تعال نخش على الاستخدام التاني ان انا بعد كلمة same ااخد بعدها فعل في المصدر to وفعل في المصدر في حالة ان انا هستخدم بعدها to فعل في المصدر ممكن احط هنا اي فعل في المصدر انا عايزه ومن ضمن الافعال دي هو فعل b اللي ترجمته يكون عادي ممكن احطه بعد to دي فيبقى same to be same to وبعد كده فعل b فعل b ده الفعل نفسه فعل b ده ممكن اجيب بعده صفة او اسم او فعلة p and g فعل b لو ام و ازواره الحاجات دي ينفع تجيب بعده صفة او اسم او فعلة p and g فممكن تقول he seems to be afraid he seems to be afraid يبدو خائفا هنا استغدمت طول مصدر to be تحت برضو نفس الموضوع طول مصدر وبعد فعل b المرة دي استغدمت اسم he seems to be a driver يبدو انه سائق شكله كده سواء he seems to be driving كان يبدو انه يقود كان شكله كده سائع فالطريعة التانية لاستخدام كمة same انك تجيب بعدها to المصدر to وفعل في المصدر من ضمن الافعال اللي ممكن تجيب في المصدر هنا هو فعل b اللي انا ينفع اجيب بعده صفة او اسم او فعلة p and g او ممكن تاخد to فعلة في المصدر عادي اي فعلة تانية بقى غير فعل b فاقول he doesn't same to like her لا يبدو انه معجب بها شكله كده ما بيحبهاش هنا same to واخترت فعل في المصدر اللي هو فعل like same وبعد كده صفة او same وبعد كده to والمصدر نفس tool المصدر دي عايز استخدمها في الماضي مش عايزها تكون يبدو انه معجب عايز اقول يبدو انه كان معجبا بها عايز اخلى الحوار ده ماضي خلاص بدل tool المصدر هتستخدم to have وفعل في التصريف الثالث فلو قلت he seems to have made a lot of money معناها يبدو انه جنى الكثير من المال شكله كده كسب في الماضي فلوس كتير same to have وبعد كده تصريف الثالث بقول she is happy she seems to have paused the test يبدو انها اكتازت الاختبار نجحت في الامتحان اقبلكم كده ان شاء الله same to have they are extremely exhausted هم مرهقين بالكامل تعبرين اوي they seem to have been studying all night يبدو انهم كانوا يذاكرون طوال الليل same to have وفعل في التصريف الثالث اللي هو فعل been كانوا كانوا يذاكرون طوال الليل والمثال الاخير the car works again العربية شغالة مرة تانية اشتغلت تاني it seems to have been fixed يبدو انه تم اصلحها يبدو انها قد اصلحت same to have وبعد كده برضو been fixed هنا جاية مبنية للمجهول لان العربية مش بتصلح العربية بتتصلح يبدو انه تم اصلحها ادي same to have وتصريف ثالث تعتبر كده القادة بعد same خلصت زي ما قلتلك دول هما اهم ثلاثة وخصوصا same to have same to have بعد كده same like ده تعبير ثابت بيكون معناه يبدو ك same like كمت like هنا معناها ك بتجيب بعدها اسم فتقول شي same like a nice girl تبدو كأنها فتاة لطيفة هتقول انت جايب لي بعدها صفة لا انا جايب اسم اللي هو كمت girl او bint ولما بحب اوصف الاسم بجيب قبله صفة فالاساس ان انت بعد same like بتجيب اسم it seemed like a dream to me كان يبدو كحلم بالنسبة دي same like وبعد كده اسم شكله كده كان حلم بالنسبة دي فيه حاجة بتدي نفس المعنى كده اللي هي اسمها same as f يبدو كما لو انها same as f يبدو كما لو انها المرة دي بعد same as if هتجيب لي بعدها جملة كاملة same like بتجيب اسم same as if هتجيب لي بعدها جملة كاملة he seems as if he had been او had seen a ghost يبدو كما لو انه قد رأى شبحا ايكز على ايه مرة تانية دي ودي ودي يقول اهم ثلاثة هنا seem as if بعدها جملة seem like بيكون معناها اسمي بعدها اسمي بشكل مباشر اخر حاجة مع seem هو فعل او التعبير there seem to be there seem to be معناها يبدو انه يوجد there seem to be يبدو انه يوجد كثير من الأخطاء يعجبshaped يبدو انه يوجد الكثير من الأخطاء هنا فهتلاقي هنا بعدها برضو بجيب اسمي there seem to be يبدو انه يوجد ثالث مباشر الاشتراك كثير من الأخطاء متجرح اية خزر دي économ Zeit وبالله عليك لما جاء لك في الاختيارات إياك تختار فعل B زائد كلمة same مين هو فعل B يا شباب اللي هي كلمة B زي ما هي كده أو منكم تتصرف فتبقى am, is, are, was, where إياك 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 تاخد فعل B ده بأي شكل من أشكاله قبل كلمة same ما تقول ليش بقى مثلا إنها جاية same, المستر قال ما تاخدهاش قبل same بس هي جاية same, فاخدها عادي. لا. ما تحطش فعل B قبل same أبدا. خلاص يا رب الدنيا دي تكون واضحة والملحوظة دي مهمة. ما تحطش فعل B قبل same. ده الفعل الاول كمة same بمعنى يبدو. الفعل التاني احنا خلصنا ده. على كده. خلصنا ده. فضل لنا مين نخش دلوقتي على مين بمعنى يعني او يقصد. مين كترجمة معناها يعني او يقصد. فانا قدر استغرامها بالمعنى ده يعني او يقصد فاقول لك the red light means stop. الدو الاحمر يعني توقف معناه اقف. كمة مين هنا بمعنى يعني. يعني انت توقف. بسأل حد انت اصدك ايه? ماذا تقصد? فاقول له what did you mean? ماذا كنت تقصد? استغرمت هنا مين بمعنى يقصد. لما بتنفيها? لما بتنفيها? ممكن تقول لم اقصد ان. لما بتنفي كلمة مين وعايز تجيب بعدها فعل. لو عايز تجيب فعل بعد كلمة مين حط طول مصدر. لو عايز تجيب فعل بعد كلمة مين بتاخد طول مصدر. فتقول I didn't mean to hurt you. لم اقصد ان. لم اقصد ان اقذيك. لم اقصد ان اقذيك. عشان تجيب فعل بعد كلمة مين بتاخد طول مصدر. وهنا I mean that انا اعني ان. اعني ان. you must be more careful. اعني انك يجب ان تكون اكثر حرصا. مهم ان كلمة مين معناها يعني ايقصد. استخدمها بالطريقة اللي انت عايزها. عايز تجيب لي بعدها فعل. حط طول مصدر. الاستخدام الاهم بقى للكلمة دي. هو تعبير اسمه فعل بي منت تو. بي منت تو. وبي ده لسه اقلينها فوق. لو راجعنا كده شوية. بي ده بيتشكل فمنكن يبقى ام او از او ار وزوار. اي واحد من دول. بعد كده منت. وبعد منت بتحط لي حرف الجر رتوب. بيكون ترجمته من المفترض ان. من المفترض ان. we were meant to meet her معناها كان من المفترض ان تقابل هنا. كان المفروض نتقابل هنا. او. it was meant to be a cake. كان من المفترض ان تكون كعكة. بنت دخلت المطبخ تحاول تعمل كعكة بس بازت. فبتقول ان الهابل اللي حصل ده. it was meant to be a cake. كان من المفترض ان يكون كعكة. يبقى بي منت تو معناها من المفترض ان. خلي بالك التعبير ده مهم. بي منت تو من المفترض ان. في ترجمة اخيرة لكمة مين محتاجينها برضو. بمعنى بخيل. كلمة مين ممكن تتيجي كصفة بمعنى بخيل. وممكن تتيجي كصفة برضو بمعنى لئيم. كلمة مين لو جات كصفة بيكون معناها شخص بخيل او شخص لئيم. شخص اللي هو اسمه ايه? اسي. مين بخيل او لئيم اللي هو اس يعني. بعد كده. الفعل الاخير هو فعل suppose. يعني ايه suppose? suppose معناه يفترض. ايه استخداماته? عندنا استخدام واحد لي زي وزي الاستخدام بتاع فعل منت او فعل مين اللي كان في الاخر. كنت بقولك بي منت تو. هنشيل منت ونحط supposed. فيبقى عندي بي supposed to من المفترض ان. اقول اي وزنت supposed to sleep that much. لم يكن من المفترض انام بهذا القدر. aren't you supposed to be friends? عليس من المفترض ان تكونوا اصدقاء. فانا كل اللي عايزة من فعل suppose انك تفتكي التعبير ده. be supposed to معناه من المفترض ان. be ممكن تبقى am او is او are was aware زي ما انت عايز. المهم لما تكي تختاره اختار الثلاث حاجات واربعات. be supposed to. دي كده هي القاعدة بتاعت الواحدة الخانسة. عندنا ثلاث كلمات. main و suppose. we can meet same. ومحتاج اعرف استخدام كل واحدة منهم. اطول واحدة فيهم هي same. suppose و main عبدا هتلاقي ان الاستخدام بتاعهم هو التعبير الاخير اللي كنا بنقول فيه be mint to. او be supposed to. بمعنى من المفترض انا. ده كل اللي محتاج تعرفه في الواحدة الخمسة كقواعد. وبكده تكون المراجعة بتاعتنا خلصت. ما تنساش ملف الكنامات هتلاقيه موجود في الجروب بتاع تليجرام. وكمان ملف الشرح بتاع الجسئية دي. جسئة القواعد هتلاقيه برضو موجود على جروب التليجرام. لو عندك حاجة مش فاهمها هتبعتها على الواتساب. لو حابب تكمل معنا الملهج والمراجعة بتاعتنا live على برنامج زوم ابعتلينا رسالة على الواتساب. اما دلوقتي. كالعادة اكتب الجنمة دي في الكومنتات. عشان اعرف انك وصلت لحد هنا. شكرا لكم يا شباب. اشوفكم ان شاء الله الفيديو دلوقتي.